تقدم وزير الداخلية وقيادات الشرطة بالتهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر في إطار دعم الروابط وتبادل الزيارات بين وزارتي الدفاع والداخلية للمشاركة بمختلف المناسبات الوطنية استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التسعة والاربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة واكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ان نصر اكتوبر العظيم سيبقى دوما ملحمة فريدة في تاريخ العسكرية المصرية وسيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين استطاعوا ان يبرهنوا بتضحياتهم الخالدة انهم خير اجناد الارض موجها التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنود بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة متمنيا لهم مزيدا من الرفعة والتقدم وان يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير من جانبه اكد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ان القوات المسلحة والشرطة هما درعا هذه الامة وعيونهما الساهرة على امنها وسيظلان معا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن حدوده ويذودان عن مقدساته واستقراره ضاربين اروع الامثلة في التضحية بالغالي والنفيس من اجل الحفاظ على امن الوطن واستكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باهداء الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة درعا هيئة الشرطة كما قدم الفريق اول محمد زكي درعا القوات المسلحة لوزير الداخلية حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية